قتال الضجيج آخر جاء من قمة منيخ دكتور رفع للطبيب سامح شكري وزير الخارجية المصري الذي يقول أن مصر ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفع أو أي إجراءات تهجيل فلسطين في سيناء وهذا مهوش جديد لكن تصريح وزير الخارجية المصري فيما يخص حركة حماس قال بأن حركة حماس هي لا تمثل إجماع الفلسطيني وطالب حتى بالتحقيق في الإمدادات التي تمشي لحركة حماس لغزة وقال بأن مصر بدأت منذ ثلاث أو أربع سنوات في عملية دفن الأنفاق بين مصر وغزة وهذا كان في إطار إجابة لتسيبي لفني الإسرائيلية تسيبي لفني حول موقفه من حماس أخشى كل خشية أن يكون السيدة ذي متورطة مع تسيبي لفني فيما يسمى بالفيديوهات الفاضحة نعرف لتسيبي لفني عندها عشرات الفيديوهات على عديد القيادات الفلسطينية والعربية تسيبي لفني عندها تملك فيديوهات فاضحة المسألة هذه حتى معناها مع قيادات من مرة مالا إلى خير المشكلة ليس هنا خلنا نبقى في السياسة المهم خاطروا ما يعملوا في السياسة ذكرة أيهم معناها يعملوا في كل حشيك والأنواع السياسة القادرة بالنسبة للسيد هذايا اللي معناها وزير الخارجية المصري اللي معناها حلمه الوحيد أنه يولي الهارة أمين عام جامعة العربية يعني أمين عاماً أم بطاح يبدو أنه ما يبدأ حذر في الخروج متاعه وما عبر عنه شخصياً من البارح واللوج هل هناك ردة فعلة على المستوى الرسمي المصري هناك صمت كبير وكأنه المصريين ومنفسهم متحرجين من الكلام اللي قالوا لأنه نعلم جيداً أنه المعركة في رفح لو صارت المعركة في رفح ستكون لدفع على الأقل بعض عشرات الألف من الفلسطينيين نحو مصر وتصوير هذا المشهد وكأنه إحدى إنجازات المخبول معناها نيتانياه ويوريوا للعالم أنه الفلسطينيين وما هم شادين في الأرض متاحهم وذي كل ذوبة كبرى كبرى يكفي أن فتحنا لهم من الفجوات داخل داخل الجدار العازل فخرجوا من فلسطين وبالتالي ما هذه الأرض ليست بالنسبة لهما معناها بتلك الرمزية اللي يحكيوا بالتالي بالتالي أقول شيئاً أنه ردوا بنا من بعض هذه التصريحات تعرف التصريحات متاع هل هل حماس معنا تمثل أو لا تمثل الشعب الفلسطيني أنت ش مدخلك فيه ماذا شعب فلسطيني سيختار من سيختار وبالتالي وبالتالي الحديث عن معناها مدات تمثيلية معناها حماس داخل الأرضي فلسطينية وداخل داخل غزة يعتبر سقطة على المستوى السراتيجي ليس من حقك ولا من حق أي أحد أنه يحكي على غزة اليوم التالي هذه نخليها للفلسطينيين أنت قلت فما السكوت من الجانب الرسمي المصري لكن تصريحات من النوع هذي وأنت أستاذ جيوستراتيجيا وتدرسها حتى لعمداء وزارة الدفاع وتدرس الجيوستراتيجيا بالنسبة ليك تصريح من هذا النوع نسكت عليه أو يكون فما قال بعده كيف يجب التعامل مع هذا التصريح على اعتباره أنه تصريح فردي لأنه تصريح من وزير خارجية هو تصريح يمثل الدولة متاعه هذا هذا معناه ما هو منتظر ولكن لنكون واضحين أنه الملف الملف الفلسطيني وملف غزة ليس بأيدي الخارجية المصرية الملف الفلسطيني هو بيد المؤسسة العسكرية المصرية وخاصة منطقة سينيا والمنطقة المحاذية إلى غزة كانت دائما تحت تصرف المباشر للقيادة العامة العسكرية المصرية والحديث الذي قاله حاول أنه مصر ضربت الأنفاق بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية هو من قبيل فقط نقرب الميكرو دكتور عنا مشكلة سعيدة فقط من قبيل مزايدة ومحاولت دفع الاتهامات التي وجهت لمصر من طرف إسرائيل ولكن الحقيقة هو أنه لم يتم المسع من هذه الأنفاق لسبب بسيط هو أن مصر كانت في حرب كبرى ضد الإرهاب في سيناء وأهل رفح وأهل العريش وأهل العديد من المدن والقراءة الفلسطينية هي التي وقفت مع الدولة المصرية وحاربت الإرهاب وحاربت داعش وكناف بيت المقدس إلى آخرين وبتيالي كلامة يقول فيه هذية هو مجرد تعبير لي معناها البيروقراتية الدبلوماسية المصرية التي تجاوزها الزمن واضح هل سيؤثر تصريح من هذا النوع على العلاقات بين المقاومة الفلسطينية بين حماس ومصر ونحن نحكي على وزير خارجية دولة متاع مصر هي من تتفاوض باسم حماس وهي من تقدم أوراق حماس للكيان العدو ووزير الخارجي يقول احنا بختيك ممنش معترفين بها دكتور هذي كانش ممكن إخذي صدي كبير التصريح هذا يبدو أنه مجروح سيدة ذايا من دخول عديد الدول الأخرى على على الخط أحكي لنا أساسا على السعودية الصين روسيا وننسى أنه العقل الاستراتيجي للمقاومة العقل بيردي لا بعد حدود علينا أن نتعلم والله بعد ما نمتوف هذه الحرب سندرس العقل الاستراتيجي المقاوم في غزة وفي كل المنطقة لأنه من أول حاجة الساعة هذه منها سيستقرار ويستقرار المستقبل وعندهم شخف كبير بالاستشراف صحيح قالوا مصر ومعناها قطر هما ساعيين البريدة لنعطيهم نحن الوثيق متاعنا مش وصلوهم للأطراف الأخرى ولكن عندما طرحت مسألة من يضمن الاتفاق بين المقاومة وإسرائيل المقاومة كانت أذكى من الجميع وقالت وطالبوا أن تكون الصين وروسيا من بين الضامنين لهذا الاتفاق في حين أن إسرائيل اكتفت بتركيا ومصر وضحف